السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاندي من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين اليوم إن شاء الله بدنا نيجي نفتح عملية أو نعمل عملية أمبوكسنج لموبايل A52 جالكسي بدنا نعمل أمبوكسنج وفتح صندوق وكل حاجة عن مواصفاته لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يصلك كل جديد ويلا دعوني نجي مع بعض نشوف إيش في داخل هذا الصندوق ومواصفات هذا الجهاز تكنولوجيا الموبايل عالم واسع وهذا العالم بحاجة إلى مواكبة إيهاب تيفي تقربك أكثر فكن على قرب منا أول حاجة دعوني نشوف المعلومات موجود مية الميلي هاي هم حاطين فلقيتني لخمسين الكتيبات المحدش بيقرأها والكيس الكفر أو البيت الحمايي هذا أهم اشي وهي الدبوس المعدني لإخراج الشريحة وهي يعني كل واحد بيجي له جهاز لازم يحتفظ في هذا الرقم أو في الكرتون عشان لو ضاع الجهاز خلي الجهاز عشقة هذا اللون الأبيض الشاحن اللي في العلبة قديش خمسة وعشرين خمسة عشر واط عشرة واط خمسة عشر واط هو الجهاز بدعم خمسة عشرين لكن هم حاطين خمسة عشر واصلت بتايب سي لتايب ايه خلاصي خلصت بسم الله الجهاز زي ما انتم شايفين الكاميرات تريند الكاميرات عند سامسونج اختلاف شوي او يعني صار عند النظام الس اسي تواند واند 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 والالترا نفس النظام ولكاميرات بارزة الكاميرات شوي لو حطينا الكافار شوف ايش يصير راح البروز تمام البروز مش كتير هو اصلا هيطوقه بالسلفة في المنتصف نضغو الجهاز انطبعات الاولى الموبايل المسكة تبعته حلوة يعني الواحد يمسكو الجهاز مش تقيل يعني جهاز خفيف لو لاحظنا الشاشة البزل الاسفلي والحوالين الشاشة هو اعتبر يعني كبير ونش كبير يعني مش كبير نقدر نقول والكاميرات مش برزاتي كتير اللون مطفي ابيض مطفي يعني تقريبا لو ما ببص ما احلى اشي انه ما ببص مش هيو يعني لو حطيت اصبع هك فيش تبصيم مايك اساسي اه سماعة تلات ونص ملي متر حلو انه هذا الضل موجود لانه منحتاجها كتير سماعة انا استيريو سبيكر اه وفيه ثقوب هنا في الاعلى هو سبيكر استيريو فيه سماعة هنا هتكون وفيه سماعة هنا وفيه عندنا ان له مايك كان العازل للضوضاء وهي هنا بركب وهي هنا عندنا اللي هو الباور وهنا الفوليوم في الشمال في الشاشة والبصمة موجودة في الشاشة لانه نشوفها الشاشة طبعا سوبر اموليد الصحيح الجهاز تصميمه حلو وشكله حلو ومسكته في الايد المسكة بتقدر تمسكه بايد وتشتغل في الايد واحدة لو لاحظنا ما بتقدر انا ايده متوسطة يعني هكين واحد بيقدر يشتغل في الايد زي ما هو بده عادي خلينا نعمل اعداداته ونشوف ايش تانى عن الموبايل ملاحظين هنا لما نقيم الدرج الشريحة ايش كتب لي تحقق من درج البطاقة موجود عشان الجهاز ضد المية يعني ممتاز جدا هذا الحركة يعني هي تحقق من درج الاس دي والاس اي ام للحماية من التلف بسبب المياه تأكدنا يعني ضد المية ما هو الجهاز اي بي تمانية وستين سبعة وستين الوان الشاشة زي ما انتم شايفين الشاشة هذه نوحة سوبر امولوت من سامسونج هذه الشاشة الف وتمانين في الفين واربعمائة واربعمائة وخمس بيكسل لكل انش في الشاشة الشاشة الوانة حلوة الاضاءة عندها الاضاءة برضو النيتس فيها كويس هاي الاضاءة هيتخفيض الاضاءة يعني الاضاءة في الشمس هتعطيك اضاءة كويسة مش عاطلة الاضاءة بالنسبة للصوت الصوت استيريو الصوت من بيطلع من الاعلى وصوت من الاسفل شكل الجهاز حلو يعني ورائع ويعني تصميمه جدا حلو حتى انه البروز قلنا انه مش بارز يكتب في الكاميرات بالنسبة للشريحة بيركب للجهاز زي ما انتم شايفين هنا شريحة واحدة وشريح تاني شريحتين او شريحة واس دي اللي هو اس دي كارت لما تقيمي المدخل هذا بيكتب لك انه دير بالك ادخل ماي في الجهاز تمام؟ تمام الجهاز زي ما انتم شايفين بيجي اللي هو اصدار واصدار اندرويد اندرويد احداش وواجهة سامسونج تري بوينت وان الصحيح يعني احدث اشي في اللي هو الاندرويد وفي الواجهة طبعا الواجهة هاته هتحدث اكتر من هيك والاندرويد هاته اندرويد التاني السنة الجاي لو جينا خذنا صورة بالنسبة للكاميرات اللي موجودة معنا صحيح صورة حلوة جدا هدي بالنسبة للكاميرات اللي موجودة اننا في جهاز ايه اتنين وخمسين كالتاري عنا في اربع كاميرات الأولى بتي يجي 64 PU والكاميرا يعتبر 12 أماما من هكذا آ zwr أماما من Nether بطي وحن الأ tattoo الثاني من A-51 exam veo que 32MP المانطقة بالتدع waited من ال Linus SuperA Letts وHT Plus البطارية لدددون 4500MP البطارية هنالك 4300M الخصوص منahlar 720J 80 نانو متر لكن المعالج اللي كان في الـ A51 كان اكزينوس تسعة تلاف ستمية وحداش 11 نانو متر. اه اه تكنولوجيا 10 نانو متر. ففي فرق بين المعالجين. معالج كوال كوم بكون دايما افضل من معالج اكزينوس لانو معالجات اكزينوس انتوا عارفينها. بالنسبة ل الموبايل بصور فيديوهات لاحظ هنا ايو بصور اللي عند اللي هو اه اتش دي تلاتين فريم وبصور فول اتش دي تلاتين فريم ايضا. بصور فور كالو يو اتش دي بسموها تلاتين فريم. والكامرة هنا موجود فيها مثبت الكتروني او مثبت بصري بالنسبة لتصوير الفيديوهات. وهنا بالنسبة للشاشة الشاشة هنا بتدعم في الـ A52 بتدعم اه تسعين هرتز لعن تسعين هرتز. هذه حاجة حلوة وهو مقاوم لغباره معيار اي بي سبعة وستين. فيعني ضد المية وكمان تسعين هرتز هذه يعني حاجة كويسة من سامسونج انها بلشت يعني التعدل في المواصفات علشان اتنافس الشركات الاخرى. والمعالج المعالج سبعمائة وعشرين جيه هو معالج قديم لكن معالج كويس احسب من ومعالج كويس وانحنا جربناه في اجهزة تانية قبل هيك. الصحيح كان يعني معالج يعطينا اداء كويس وانا جربته قبل هيك. زي ما انتم شايفين معدل تردو للشاشة هي مرتفع وقياسة. مرتفع يمكنك التمتع بالرسول المتحركة وتمرين بشكل اكتر سلاسة باستخدام معدل تحريز تسعين هرتز وهنا ستين هرتز تمام? يعني اللي بي لعب ببجي بيقدر يلعب ببجي على تسعين هرتز. وطبعا فيه اللي هو الوضع الداكن والوضع الفاتح في الموبايل. نسمع الصوت. بالنسبة لصوته صوته متوسط واعلى من المتوسط حلو صوت. الصحيح الصوت اللي فوق واللي تحت حلو. بيعطي صوت ستيريو حلو. مش بطل. تجد تقول انه فوق المتوسط. هاني اخرت صورة في صحيح صورة حلوة. صورة مباشرة للكاميرا. الصحيح. الكاميرا شكلها يعني هتعطينا اداء كويس وهتكون التجربة من خلال الاستعمال بازن الله. وهعطيكو الزبدة الصافية خلال فيديو تاني. هاني بدي نازل عليه انتوتو بنشمارك واشوف كيف اه اداء المعالج يعطينا اكم نقطة على مقياس انتوتو بنشمارك. قبل ما نحكي عن موضوع المعالج. بالنسبة للشاشة بيجي عليها سكرينة خفيفة. فهاد سكرينة كويسة بتحمي الخرش يعني الخرش للشاشة. ويفضل انه ما حدش يجيما. حتى لو كتركب سكرينة اجزاز خليها وركب فوقيها السكرينة اجزاز. بالنسبة للموبايل الماعي متين وست وخمسين جيجا على تماني جيجا رام. في منو بيجي مية وتمانية وعشرين جيجا. ومتين وست وخمسين جيجا. مع تمانية جيجا رام بيجي لاتنين. فانا النسخة اللي اللي امعي انا متين وستة وخمسين. بالنسبة للموضوع الشاشة انسيت اقول لكم الشاشة هي ست ونص اللي هو حجمها. خلي نشوف موضوع البصمة عبما يخلص عامنا انتوتو. البصمة ممتازة. مش سريع كتير لكن ممتازة. هنا بلشنا الاختبار لقياس انتوتو على معالج. شايفين الوان الشاشة محلها. هذا اختبار انتوتو بنشمارج يعني بيقيس لك الحين بيعمل عملية ضغط للمعالج وعملية استنزاف للمعالج وعملية يعني اقصى مجهود للمعالج علشان يشوف ايش بتحمل المعالج وبعطينا رقم. الرقم اللي بناخده هذا ازا كان كل معالي الرقم كان افضل. فالمعالج الان بيتم ايش فحص المعالج وهي يعطينا رقم في الاخر هنشوف الرقم. الرقم هذا طبعا كل معالي المعالج بيكون الرقم اعلى. يعني سبعمية وعشرين جيه ادو رقم معين معروف رقم وقالش بيطلع يعني رينج تبعا. وحسب السوفت وير ازا كان السوفت وير متوافق مع الهارد وير بيعطينا نقاط اكتر. فخلينا نيجي الان ان شاء الله هينعمل عملية فحص ونرجع شوي. لاحظين معنا على مقياس انتوتو بنشمارك ال اي اتنين وخمسين اعطانا تلاتمية وستة واربعين الف نقطة. رائع ممتاز يعني سبعمية وعشرين جيه اعطانا تلاتمية وستة واربعين الف نقطة. يعني هنا سي بي يو هنا جي بي يو يعني كويس. هيني بدي اقارن وبينه اشوف قديش البوكو اكستري ان افسي قديش يجيب. هاي قاعد بيعمل قاعد بيعمل فحص. بس يخلص هشوف بتقارن بين السبعمية وعشرين جيه والسبعمية وتلاتين جيه. وهنا لو لاحظنا هنا هذا الريدمي نوت تن شاومي اللي هو ستمية وتمانية وسبعين ستة سبعة تمانية. جاب قدي جاب متين اتنين وتسعين الف اربعمية اربعة واربعين. يعني حوالي يعني قريبة تلاتمية الف. يعني لاحظنا هنا بين الاتنين في فريق بين ستمية وتمانية وسبعين وسبعمية وعشرين جيه. والان نشوف البوكو. ان شاء الله الان بدنا نشوف البوكو. خلينا نشوف الان ونرجع لكم. شوفوا معي حبايب. يعني هاي البوكو اكستري السبعمية وثنين وتلاتين جيه جاب تلاتمية وسبعة واربعين الف نقطة تسعمية وخمسين. تمام? سامسونج اتنين وخمسين جاب تلاتمية وستة واربين الف نقطة اللي هو سبعمية وعشرين جي سناب دراجون نفس المعالجات كلها من كوالكم ومعالج حبايبنا اللي هو اللي هو اللي هو معالج سناب دراجون ستة سبعة تمانية جاب متين اتنين وتسعين الف تلات اربعات هذي كلها مقاييس مبدئية ان شاء الله احنا يعني هايو فيديو طبعا عن اتنين وخمسين نخلص وحنرجع لكم فيديو اقوى بكتير من هيك وهيكون تفصيلي عن اتنين وخمسين وهي نجهز بفيديو الريد منوت تن ويعني شوية فيديوهات ان شاء الله هتلاقوا على القناة كل يوم فيديو بخصوص المراجعات هذي وهيك الفيديو خلص يعني يعطينا العافية حطونا لايك واشتراك وزبط الوضع من طرفكم ان شاء الله بكون الفيديو اعجبكم كونو اخدتم مواصفات ومعلومات عن الجهاز وكونوا انتم مبسوطين معي في هذه الفيديوهات وتنساش اللايك والاشتراك وفعل الجرس علشان يصلك كل جديد من محتويات هذه القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام